نستمد الحياة من جريان الدم في العروق ونسأل في هذه الحلقة ما خطر الإصابة بسرطان الدم وما أحدث طرق العلاج والسؤال المهم ما أثر السرطان في فم الإنسان أهلا بكم من استوديو الجزيرة مباشر في قطر بالدوحة أنتم الآن على موعد مع الحكيم زراعة النخاع أمل الشفاء لمرضى سرطان الدم دكتورة شبنام إزمير كبيرة زراعة النخاع ضيفة حلقتنا كيف دهم سرطان الدم حياتة جونال أرجنج؟ وكيف تغلبت عليها؟ أرحب بكم مشاهدين الأعزاء في هذا اللقاء التفاعلي المفتوح حول زراعة النخاع سبيلاً لعلاج سرطان الدم ويمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة وطرح أسئلتكم عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين على فيسبوك وتويتر صفحة الجزيرة مباشر على إنستجرام ونلفت نظركم إلى أن هذه الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحتين البرنامج أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور صفاء العزاوي استشاري أمراض الأورام والدم بمؤسسة حمد الطبية والدكتور عبد الناصر كرداس أخصائي أمراض الفم والتشريح المرضي بمركز الوحدة الطبية وستكون معنا عبر الهاتف الدكتورة شبنين منزمير خبيرة زراعة النخاع بمجموعة مستشفيات كولن فتحت عمليات زراعة النخاع باباً جديداً من الأمل على طريق مقافحة سرطان الدم إذ نجحت بالفعل في إصال مرضى حالاتهم متأخرة إلى الشفاء التام من المرض ولكن قبل الحديث عن العلاج وأحدث طرقه يوضح لنا دكتور صفاء العزاوي أهمية الدم ودوره في جسم الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم شكراً لقناة الجزيرة للاستضافة الكريمة وتحية لك ولجميع المشاهدين الكرام الدم كما معلوم هو ينبوع الحياة ولولا الدم لما استمرت الحياة فهو يتدفق مع كل نبضة من نبضات القلب لحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم وعنصر الأكسجين هو العنصر المهم لاستمر حياة ولولا جهاز الدم مدوران لما استمرت الحياة والدم حقيقة له وظائف متعددة كثيرة منها هو مثل ما قلنا أنه يحمل الأكسجين من الرائتين يتوزيع إلى جميع أنحاء الجسم ثم يحمل ثاني أكسجين الكربون الناتج عن الأفعال الحيوية للتخلص منه كذلك حمل الفضلات والسموم من أنحاء الجسم للتخلص منها عن طريق الجلد والكلا كذلك مشاركة الدم في نقل المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى أنحاء الجسم والخلايا اللي استفاد منها كطاقة مثل كلوكوز والبروتينات وغير ذلك كذلك هناك وظائف والدفاع عن الجسم ضد الجراثيم والأوبئة نعم إذن دكتور صفاء ما هو سرطان الدم وأنواعه؟ نعم سرطان الدم هو عبارة عن مجموعة غير متجانسة من الأمراض التي تصيب الخلايا والأنسجة المتواجدة في نخاع العظم مما يؤدي إلى إنتاج عدد كبير من الخلايا غير الناضجة بنومط واحد وتبدأ هذه الخلايا بالانتشار على حساب الخلايا الطبيعية ثم تتمدد وتزاحم وتزيح الخلايا الطبيعية ثم بعد ذلك تنتشر من نخاع العظم إلى مختلف أنحاء الجسم وسرطان الدم طبعا نتيجة لهذا الغزو كما إذا صح التعبير ينتج عنه نقصان شديد في وظائف الرئيسية لنخاع العظم وهو إنتاج خلايا الدم الحمراء مما يدو إلى نقص شديد في الهيموغلوبين فقر دم شديد نقص شديد في الصفاحة الدموية مما يعرض المريض إلى النزف من أي مكان أيضا نقص وندرة في إنتاج الخلايا الدم البيضاء التي مسؤولة عن دفاع عن الجسم فيكون المريض عرض لمختلف التهابات عظيم الدكتور عبد الناصر ما هي علاقة سرطان الدم بالفم وكيف تؤثر في وظائفه بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة الحقيقة هناك علاقة بين سرطان الدم والفم عن طريق تظاهرات بحوالي 65% من حالات سرطان الدم تتظاهر في الحفرة الفموية على سبيل المثال والتظاهر الأكثر شيوعا لسرطان الدم ضمن الحفرة الفموية هو ضخامة اللثة بصير في عنا ضخامة للثة زيادة بتشكل نسيج اللثة عند هؤلاء المرضى نتيجة توضع الخلايا الورمية السرطانية ضمن نسيج اللثة التظاهر الثاني هو ظهور الكدمات ونزوف من باطن الخد ومن اللثة أيضا نتيجة مثل ما تفضل الدكتور نتيجة نقص الصفايحات وتعرض المريض لنزوف شديدة طيب هل يمكن اكتشاف اللوكيميا وسرطان الدم انطلاقا من الفم ظهور علامات معينة تشير إلى هذا الموضوع الحقيقة العلامة الوحيدة اللي ممكن تشير لوجود سرطان دم لوكيميا عند المريض هو وجود ضخامات لثوية على كامل اللثة غير معروفة السبب تمام ومعممة على كامل نسيج اللثة لدى الإنسان هذا الشيء ممكن يخلينا نعمل استقصاءات إذا المريض ما كان بيأخذ أدوية ما عنده أي عوامل موضعية سببت ضخامة اللثة فمفروض أنه نستقصي أكتر ونبحث عن هذا الموضوع وفي عدة حالات لكن بتظل قليلة قادت لتشخيص سرطان دم انطلاقا من الحفرة الحمومية طيب لنستبين الصورة أكثر دكتور عبد الناصر وضح لنا ونفهم الفرق بين العلامات وبين سرطان الفم نريد أن نفهم ما هو سرطان الفم وأماكن الإصابة به وطبعا مدى انتشاره سرطان الفم الحقيقة موضوع مختلف تماما عن السرطان الدم واللوكيميا هو كمان عبارة عن طائفة واسعة من السرطانات مختلفة تنشئ على حساب عدد متنوع ومختلف من الخلايا اللي موجودة ضمن الحفرة الفموية لكن الأكثر شيوعا من سرطانات الفم هو اللي عادة يسمى أورال كانسر على حساب ينشئ على حساب ظهارة الفم أو بشرة الفم أكثر المناطق إصابة بهذا النوع من السرطان هو جانب اللسان بالإضافة لقاع الفم والمنطقة خلف الأدراس على الفك السفلي هذه أكثر المناطق إصابة طبعا في أماكن كتير ممكن تصاب بالحفرة الفموية ممكن الشفة ممكن قبة الحنك وأماكن تانية سرطان الفم تقريبا هو السادس من بين السرطانات انتشارا تقريبا السادس للتاسع حسب المنطقة الجغرافية المنطقة الجغرافية مختلف لأنه هو مرتبط بشكل كبير بالتدخين بالكحول وعوامل تانية لكن بشكل رئيسي هو مرتبط بالتدخين فالبلاد اللي بلاد وسط آسيا تقريبا الباكستان أفغانستان الهند بوتان هاي البلاد بنتشر فيها سرطان الفم بنسبة أكبر نتيجة استخدام تبغ بشكل مضغ فبيضل فترة طويلة على تماس مع الحفرة الفموية تحت اللسان أو على باطن الخد فانتشار سرطان الفم بما أننا أشارنا السرطان الفم ما هي نسبة الشفاء منه وأحدث طرق لعلش نسبة الشفاء تعتمد الحقيقة على التشخيص المبكر كل ما كانت تشخيص السرطان الفم مبكر كل ما كانت نسبة الشفاء أعلى عندما يتم تشخيص آفات قبل سرطانية قد تكون نسبة شفاء مية بالمية في المراحل الأولى ممكن توصل نسبة الشفاء لتسعين بالمية لكن في المراحل المتأخرة ممكن توصل نسبة الشفاء للأسف لستة وعشرين بالمية من الحالات وبقية الحالات ممكن تؤذي إلى الوفاة كيف يكون العلاج؟ العلاج التقليزي الكلاسيكي هو علاج جراحي باستقصال الآفة واستقصال إذا كان في عقد لمفاوية منتشر لألها الورن بالمنطقة يضاف إلى العلاجات الجراحية علاج شعاعي وعلاج كيماوي وهناك علاجات حديثة أخرى يتم العمل عليها وأحياناً يعني ما يتم اللجوء للعلاج جراحي وإنما فقط الكيماوي والعلاج الإشعاعي عظيم طيب دكتور رصفاء ما هي أهم طرق علاج سرطان الدم؟ نعود الآن لسرطان الدم فرقنا ما بين هذا وذاك نريد العودة لسرطان الدم ونعرف إن كان العلاج يختلف من حالة لأخرى أم لا؟ لا شك الحالة تختلف عندما تكون نوع السرطان هناك نوع سرطان الحاد ونوع سرطان مزمن ويختلف تماماً باختلاف هذا النوعين لأنه سرطان المزمن ربما بعض أنواع لا يحتاج إلى علاج فقط متابعة سريرية ومتابعة مختبرية وربما المريض يعيش إلى سنوات عديدة بدون أي علاج لكن سرطان الحاد يجب التدخل بصورة سريعة جداً ويعطى المريض العلاجات اللازمة فطبعاً العلاجات التقليدية السرطان الدم الحاد هو العلاج الكيمياوي وقبل ذلك هو أولاً نقيم حالة المريض في البداية لأنه المريض في البداية يكون عرضة للالتهابات فيأتي بحرارة عالية جداً يكون عنده نزف شديد من مختلف أنحاء الجسم فقر دم شديد غير الكيميوي فيه أعتقد أنواع علاجات أخرى نعم هناك علاجات أيضاً علاجات يسمى علاجات السهدافية تستهدف الجين المورث اللي يكون فيها الخلل النظرية تؤكد على أنه المحفز لحدوث سرطان هناك تغير في المورثات مما يؤدي إلى تفعيل مورثات مسرطنة أو تعطيل مورثات التي تحفظ جماح بعض الخلايا الورمية فإما تفعيل أو تعطيل فهذا الحافز الرئيشي لكن السبب غير معروف حقيقة فإذا حدث بعض الطفرات المرافية هذا يندلج في إطار زراعة النخاء مثلاً دكتور كيف يعني يعني هذا العلاج السدافي هناك يعني على سبيل المثال مرض النقوي المزمن المرض نوع من أمراض مرض الليكيمية المزمنة هناك طفر يورث في الكروموسوم بين الكروموسوم 29 و 22 جزء من المادة المورثة تنتقل من الكروموسوم إلى كروموسوم يؤدي إلى ظهور جين جديد مورث يؤدي إلى تحفيز الخلايا ويؤدي إلى سرطان الخلايا العلاجات الاستهدافية تعمل على هذا الجين وتسد هذا الجين وتمنع حدود هذه التحفيزات يعني نعلم أن زراعة النخاء من بين العلاجات الفاعلة لسرطان الدم فلو توضح لنا كيف تتم زراعة النخاء لمريض سرطان الدم هو حقيقة ليس هو الخط الأول للعلاج إنما الحالة تقيم منذ البداية سرطان الدم الحاد وهناك دراسات تعمل على شريحة الدم وعلى شريحة تأخذ من نخاع العظم من الحوض وتعمل عليها دراسات لدراس كروموسومات أيضا دراسات جينية لنعلم من البداية نحدد هل هذا المريض سوف يحتاج إلى كنظرة مستقبلية إلى علاج من نخاع العظم أما أم نكتفي بالعلاجات الكيميائية ونراقب المريض بصورة مستمرة مستمر طيب العلاج يحدد من في حالة زراعة النخاء نعم في حالة زراعة النخاء نريد أن نفهم آلية هذه العملية هي عبارة طبعا نحن نشاهد هذه الصور التي توضح كذلك ما ستقول دك هو زراعة النخاء العظم ينقسم إلى قسمين إما زراعة ذاتية وإما زراعة من شخص آخر الزراعة الذاتية تستخدم في نوع من الأمراض الورامية مثل أمراض الغدد اللنفاوية ومرض النقوي المتعدل اللي يسمى ملتب الميلومة وإما زراعة النخاء من الشخص الآخر وهي تستخدم في حالة اللوكيميا يعني السرطان الحاد تبرع يعني تبرع من الشخص وطبعا يكون الشخص القرابة من الدرجة الأولى إما من الأخ أو من الأخت لأنه يحتاج إلى تطابق نسيجي بين نسيج المريض ونسيج المتبرع وهي عبارة عن جمع خلايا جذعية من المريض مثل ما نشاهد وجمعها وعزلها ثم خزنها تحت درجات مئوية منخفضة جدا يتم خزنها ثم يعاد زراعتها إذا كانت زراعة ذاتية أما إذا كانت زراعة من الشخص إلى آخر في نفس الوقت تعزل هذه الخلايا من المتبرع والمريض يكون جاهز في نفس الوقت فتجمع هذه الخلايا على شكل مثل يعني كيس الدم وتأخذ هذه الخلايا وتعطى إلى المريض بعد أن يتعرض المريض إلى جرعات عالية جدا مكثفة من العلاج الكيميائي بحيث تقضي على جميع الخلايا السرطانية والخلايا الطبيعية أيضا فيكون في هذه الحالة المريض معرض إلى مضاعفات شديدة بالنسبة أشفاء بزراعة النخاذ وتعتمد على المرض وعلى الحالة هل هو الدرجة يعني إذا كان المريض هو بالبداية يعني كل مرض سرطان الدم الحاد نعطيه علاجات كيميائية ونشوف الاستجابة هل المريض تخلص تماما من الخلايا السرطانية بنوع من الفحوصات الدم أو نخاع العظم ثم إذا كان المريض بعد الشفاء الأول من العلاج الكيميائي المريض عولج بزراعة نخاع العظم يعني يكون نسبة الشفاء عالية جدا ربما تبلغ إلى خمسين إلى خمسة وخمسين بالمئة إذا كان أعطاء هذا النوع من العلاج بعد العلاج الأولي والمريض اكتسب الشفاء التام منذ المرحلة الأولى من العلاج الأولي تكون تعطي يعني نسب عالي لكن إذا كان مريض انتكاسة ثانية يعني ليس من الوهلة الأولى لنسبة الشفاء تقل تدريجيا دكتور عبد الناصر ما هي الاعتبارات التي يجب أن تأخذ في الاعتبار عند علاجات الأسنان والفم لمريض اللوكيميا الحقيقة بالنسبة لمريض اللوكيميا يفضل دايما يعني أخذ الحذر لأنه في عدة أمراض فموية ضمن الحفرة الفموية مفروض أنه نهتم فيها قبل ما يخضع مريض اللوكيميا للعلاج إن كان العلاج الكيماوي مثل ما يفضل الدكتور أو إن كان زراعة النقي لأنه نتيجة العلاج الكيماوي بيصير فيه خفض شديد للمناعة وبالتالي المريض بيكون معرض للإنتانات والحفرة الفموية هي مدخل للعديد من الإنتانات فمفروض أن نكون اتأكدنا أنه المريض قبل ما يخضع للمعالجة اتأكدنا أنه المريض سليم تماما بالحفرة الفموية ما في عنده جذور أسنان متبقية ما في جيوب لثوية ما في أسنان بازغة بشكل جزئي عم يصير فيه حشر لبقايا الطعام فيها ما في أطقم متحركة غير مستقرة بالفم عم تعمل ممكن تعمل التهابات كل هالأمور هاي مفروض ناخدها باعتبار نعالجها قبل ما يخضع المريض للعلاج الكيماوي مشان له كيميا يعني هذه الإجراءات قبل قبل العلاج الكيميوي طب وماذا بشان زراعة النخاع هل يعني الأمر بعد زراعة بعد زراعة النخاع وأخذ العلاج الكيماوي بصير المريض معرض لطائفة ثانية من من الأمراض بالنسبة للحفرة الفموية أهمها التهابات المخاطية الفموية تقريبا هاي تحدث عند أكتر من تسعين بالمئة من المرضى اللي يتعرضوا لزراعة النقي والعلاج الكيماوي نتيجة سمية العلاج الكيماوي اللي بيتعرض للمريض طبعا هاي مع الوقت يعني بتخف لكن مفروض أنه نهتم بعلاجها الظاهرة هاي لأنه بتسبب آلام بتسبب تقرحات عند المرضى بتسبب عدم قدرة على الأكل فالاهتمام بها الموضوع هذا دكتور هل يمكن القول أنه توجد حالات شفاء تام من اللوكيميا أم أن مريض اللوكيميا دائما معرض للعودة من جديد للمرض هو طبعا معرض لكن هناك حالات متعددة يشفى مثل سرطان الدم الحادي الذي يصيب الأطفال الآن تبلغ نسبة الشفاء من خمسة وثمانية إلى تسعين بالمئة تماما تماما يشفون يعني المرضى وفي الكبار تقل للمسبب ولكن لا تزال نسبة معتبرة من الشفاء لهذه الحالات طيب نختم هذا الجزء بهذه المعلومة الإيجابية ونتواصل معكم مشاهدين بعد الفاصل نتابع كيف دهم سرطان الدم حياته جونال أرغنج وكيف تغلبت عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد تعالوا نشاهد هذه القصة الباعثة على التفاؤل والامل جونال ارجنج كانت تعيش حياة هدئة سعيدة قبل ان يداهمها هجوم سرطان الدم فكيف اكتشفته وتعاملت معه اسمي جونال ارجنج وعمري تسعة وخمسون عاماً قبل ان اتي الى هنا كنت اشعر بالتعب الشديد فقررت الذهاب للمستشفى وانا معتقدة اني مصابة بالانفلونزا وقمت بعمل بعض الفحوصات التي اوضحت انخفاض نسب الدم لديه وهنا تم تحويل الى قسم امراض الدم وتم تشخيص مرضي على انه سرطان الدم والحمد لله اتمنى بعد علاجي من المرض ان اقضي حياتي مع عائلتي بارك الله في الدكتورة وبرك الله في الممرضات واشكركم مليون مرة وربي يسامح الجميع ومعنا عبر الهاتف من اسطنبول للطبيبة المعالجة للحالة دكتورة شبنيم ازمير خبيرة وزراعة النخاء بمجموعة مستشفيات قولم دكتور شبنيم خبرينا اكثر عن حالة السيدة جونال وعن طريقة العلاج التي اتبعتها معها نعم دكتور شبنيم لو تخبرين اكثر عن تفاصيل هذه الحالة وخطة العلاج المتبع معها طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال مع دكتورة شبنيم ولكن يمكن ان يعني دكتور صفاء العزاوي هذه حالة سرطان دم وتم علاجها من خلال زراعة النخاء وكما شاهدنا العمر يعني السيدة كبيرة في السن والنتيجة انها الحمد لله يعني بشكل كبير شفيت تماما من هذا الامر فطالقك على هذه الحالة وان كان يعني يمكن ان يتكرر ذلك او ظروف التي تؤدي الى النجاح وشفاء تماما من سرطان الدم بزراعة النخاء وحقيقة الزراعة تحتاج الى جهد كبير وعمل جماعي وتنسيق بين جميع انواع التخصصات من اطباء صيادلة فنيين بنق الدم دعم اداري لنوع عملية متكاملة وتبدأ بتحضير المريض قبل الزراعة ثم اثناء الزراعة ثم بعد الزراعة يعني هناك جوانب متعددة يجب اخذ نظر الاعتبار بهذه الجوانب المتعددة حتى نقول هاي العملية سوف تنجح ولا فليس هي تعتمد على فرد او شخص انما هي عملية متكاملة عملية الزراعة النخاء منتشرة في العالم العربي في المنطقة العربية حقيقة هناك كثير من المراكز في العالم العربي من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في الكويت والحمد لله في قطر بدأت هذه التجربة من قبل حوالي ثلاث سنوات بدعم كبير من وزارة الصحة فالآن بدأنا منذ ثلاث سنوات في استخدام هذا النوع توجد حالات بالفعل تم علاجها وزور على النخاء والشوفية الآن وصلنا إلى حوالي أربعين حالة ثمانية وثلاثين حالة جراعة ذاتية وثالث حالة الآن تجرى بكرة غدا سوف المريض يخضع إلى جراعة مريض سرطان الدم الحاد طيب دكتور عبد النصر يعني حدثتنا عن الظروف التي يجب مراعطها لمريض اللوكيميا ماذا لو جاءك يعني مريض يريد أن يعالج بعض الأمور في الأسنان والفم ويقول لك أنه شوفية تماما مثل هذه السيدة هل هل تأخذ نفس الاعتبارات أم الأمر يختلف طبعا يعني في البداية نحتاج تقرير من الطبيب الذي عالج حالة المريض اللوكيميا تقرير أن المريض شوفية بشكل كامل لا يخضع لأي علاج كيماوي ليس لديها رفض للنقية العظام الذي تم زرعه أكثر من ستة شهور أعتقد أو سنة حسب ما حكى الدكتور بعد ذلك يمكن علاج المريض كأي مريض طبيعي تماما بدون أي أشكالات على كل حال نحن نركز على أثر السرطان على الفم لأن يعني من خلال البرنامج شاهدنا كثير من الحالات التي وصلتنا عن أثار شديدة للأسنان بسبب سرطان الدم ويجب اتغاد الحيطة عند علاج الأسنان لأنه الحقيقة ثلاثين يعني في إحصائية بتقول ثلاثين لخمسين بالمئة من المرضى اللي تم لديهم زرع نقية أيضا وخضعوا العلاج كيماوي من أجل شفاء اللوكيميا تعرضوا لمشاكل إنتانات والتهابات بالفم كان من الممكن تجنبها لو تم علاجهم قبل الخضوع للعلاج الكيماوي والنقية على كل حال حاولنا جاهدين الاتصال بدكتورة شابنهم إزمير خبيرة زراعة النخاع في تركيا والتي يعني أشرفت على علاج السيدة جونال ولكن لم نتمكن لظروف فنية ولكن على كل حال كاميرا موعد مع الحكيم سجلت خطوات زراعة النخاع التي جرت للسيدة جونال أرجنج وكذلك تابعناها بعد العلاج وتلقينا منها هذه الرسالة للدكتورة شابنهم ولفريقها نتابع أشكر الدكتورة شابنهم إزمير على اهتمامها بي وأشكر الجميع شكرا كثيرا فالأطباء وفريق التمريض كانوا يستقبلون بابتسامة جميلة وأشكر أقاربي على دعمهم لي الحمد لله شفيت تماما أتمنى أن يبعد الله المرض عن الجميع رضي الله عنكم جميعا طبعا شكرا لسيدة جونال أرجنج التي شاركتنا التجربة من البداية للنهاية والحمد لله يعني عرضنا في البرنامج تجربة إيجابية ناجحة لمن يعني لقدر الله يتعرض لهذا الأمر فلا يخشى إن شاء الله الأمور يعني أعتقد قابلة للسيطرة عليها والعودة من جديد للحياة بشكل أفضل وشفاء من هذا المرض خلونا طبعا نشكر الدكتورة إزمير حاولنا الاتصال بها كما كنا وربما تكون معنا في حلقات أخرى ولكن نعطي الآن المجال لكم للجمهور هنا في الستوديو ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الهاتف نفتح المجال من هنا من هنا لنهاية هذه الحلقة المجال مفتوح لأسئلة الجمهور حول السرطان بشكل عام وسرطان الدم وسرطان الفم مع دكتور عبد النصر نبدأ مع أسئلة الجمهور وشيماء معها سؤال تفضل العمل الوراثي طيب نبدأ مع دكتور سفا نعم وجود تاريخ مرضي في سرطان الدم بالعائلة يعرض يكون نسبة الإصابة للأفراد يعني الدرجة الأولى من الدرجة تاريخ مرضي كيف الدكتور يعني وجود سرطان في العائلة يعني أحد أفراد العائلة يعني ما قصدوا الأب فقط مثلا أو الأم أم أي فرد من العائلة يعني على سبيل المثال إذا الأخ مصاب هناك تاريخ نسبة الإصابة بالأخوة ترتفع من ثلاثة إلى أربع مرات عن عن الناس الطبيعيين فوجود تاريخ مرض له أثر يعني في حدوث أو احتمالية إصابة أحد أفراد العائلة من الدرجة الأولى بسرطان الدم يعني يرفع نسبة الإصابة طيب لكن بصورة عامة يعني حتى نطمن الجمهور هي بصورة عامة أمراض سرطان الدم الحاد من الأمراض النادرة وليس الشائعة يعني في ناس تعتقد طالما الأب عنده المرض أو الأم فسيصاب بالتأكيد لا 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 ترفع النسبة لكن ليس بالضرور وليس شيء أكيد وهذا ينطبق كذلك على سرطان الفعل طيب سؤال آخر من الجمهور كنت أسأل دكاترة ضيوف الأعزاء بس كيف يتم الوقاية من من هذا المرض وكيف يتم اكتشافه في طريق بطريقة أو في وقت مبكر بحيث أن عملية علاجة تبقى أسهل طرق الوقاية وطرق اللي أنا أدرك شوف بقى المرض في مرحلة مبكرة قبل ما يتفاقع المرض بحيث أن العلاج يبقى أسهل سرطان الفم سرطان الفم سرطان الفم الحقيقة أنا في نقطة بس بدي نوهي على نسبة الإصابة كمان بالنسبة يعني لموضوع نسبة الإصابة تقريبا يعني من كل مئة ألف شخص تقريبا 2.7 بالإحصائيات لأربعة وممكن توصل لعشر أشخاص قد يصاوي بسرطان الفم حسب من مئة ألف شخص من مئة ألف شخص تقريبا هي هي النسب من 2.7 تقريبا للعشرة بالنسبة لسؤال حضرتك الوقاية بدنا ننتبه يعني مفروض ننتبه لعوامر الخطورة عوامر الخطورة بشكل رئيسي هي تدخين الكحول بالإضافة لوجود قصة عائلية فطالما في عنا عوامر الخطورة مفروض عنا فحص شامل تقريبا كل ستة شهور أو كل سنة عن طبيب الأسنان فيما يخصها الموضوع هذا من بعد سن الخمسة وخمسين سنة مفروض يصير في عنا فحص دوري للتأكد من عدم من سلامة الفم سلامة الليسان وكل هالمناطق هاي من وجود أي تظاهرات ما قبل سرطانية لدى الشخص عظيم طيب سنعود للجمهور في الاستوديو لكن نأخذ الآن بعض الأسئلة التي وصلتنا على المنصات الرقمية وهي طبعا يعني كثيرة نتمنى أن نجيب عليها جميعا نبدأ من إنستجرام ألا تسأل أنيميا الخلايا المنجلية أو أنيميا البحر المتوسط لها علاج ونسبة الشفاء فيها كام دكتور صفح نعم هي من الأمراض الوراثية التي تصيب النسيج نخاع العظم فهناك خلل في إنتاج الهيموغلوبين فيؤدي إلى ظهور خلايا الحمراء تكون شكلها غير طبيعي من مرض الدم المنجلي وإما تكون أيضا كبيرة الحجم في بحراء بمتوسط شكلها غير طبيعي مما يؤدي إلى تكسر الخلايا بصورة مبكرة أيضا خلايا المنجلية تكون شكلها يعني غير طبيعي وتكون صلبة الحركة فربما تسبب انسدادات متعددة في الأوعية الدموية ويسبب مما يؤدي إلى نوبات إصابة شفاء منها دكتور حقيقة بالعلاجات التقلية ليس هناك الشفاء لأن هناك مرض وراثي في تعايش يعني يمكن تعايش لكن الآن هو من أحد وسائل العلاج هو استخدام زراعة نخاع الأظم في هذه الحالتين عظيم كذلك من فيسبوك كيلي تسأل دكتور عبد الناصر كرداس ما هي أسباب نزيف اللثة المتكرر وهل يستلزم خلع درس العقل أم يمكن ألاجه هو الحقيقة الموضوع يعني بعيد قليلا عن موضوع سرطانات الحفرة الفاموية لكن هو بعيد ولكن نحاول يعني بالضبط موضوع النزيف اللثة هو متعلق بالدرجة الأولى ومعظم الحالات بوجود جير على الأسنان فمجرد تنظيف هذا الجير بشكل كامل وتأكد من تنظيفه بشكل كامل واهتمام المريض بالصحة الفاموية وتعليمات طبيب الأسنان من ناحية التنظيف فتزول هذه الحالة بشكل كامل إلا إذا كان المريض قد يكون يتناول أدوية قد تهيئ لحدوث النزف أو يعاني من أمراض أخرى تهيئ لحدوث النزف لكن عموما الموضوع بسيط جدا تعامل معه كذلك سؤال من ناصر القحتاني من السعودية يقول أنا عندي ولد في هوموفيليا منذ ولادته في عام ألف وأربعمائة وستة أعتقد عنده الآن يعني ثلاثة وثلاثين سنة والسؤال هل يقدر يتزوج وهل ينتقل المرض لأطفاله لا ما نعملنا الزواج لكن لا نعرف مرض اللهموفيليا اللهموفيليا هو عبارة عن نقص في العام الثامن للتخثر فيؤدي إلى نزف شديد في المفاصل ونزف في أي مكان من الجسم نتيجة نقص هذا العامل الذي يلعب دور مهم جدا في سيطرة على النزف في أي حالة جروح يمكن أن يتزوج؟ ممكن أن يتزوج بالنسبة للانتقالة حقيقة الذكور هو هذا المرض يأتي عن طريق كروموسوم X فيكون الكروموسوم هو الذي يبيه العلة لظهور هذا المرض فالذكور لا ينقل المرض إلى الذكور إنما ينقل المرض إلى الأناث والأناث تصبح حامل المرض ولا تبدي علامات المرض لأنه هو X Y إذا تزوج طبعا X Y للذكر X X للمنطقة فالX المصاب من الذكر عندما يتحد مع الأناث فهذا الأكس المصاب تكون الأنثة حاملة لهذا المرض وهذا الأنثة يعني بنت هذا الحفيدة هذا القطو يعني هذا الولد إحتمل ينقل المرض إذا أنجب بنت الأنثة هي التي تنقل المرض إلى الذكر فهذا الأنثى إذا أنجب الذكرا فالذكر يصبح مصابا بيلهم و في還有 إنما ذكور ابن لا يصابه يعني هو ينقل المرض في حال أنجب بنتا بنتا نعم والبنت والبنت لا تكون حاملة تنقلها لابنها نعم نعم إنما لو أنجب ولد لا ينقل له اللعم سبحان الله نعم لكن على هذا المريض أن يداوم على العلاجات يعني يأخذ فاكتر ايت بصورة مستمرة حتى يمنع النزف المتكرر طيب وهذا أكيد دكتور مسألة نقل المرض لابنته أم احتمالات كذلك لا لا الأكس يعني هو الأكس المصاب كل الأناس تكون حاملة لهذا الأكس كل الأناس عن طريق تكون انتقال الأكس المصاب إلى جميع الأناس يعني سبحان الله هو عليه أن يتزوجوا أن ينجب ولد اللي يجنبه انتقال المرض وهذه معلومة يعني غريبة تتعلق بمرض الهموفيليا طيب نبقى مع تويتر وهذا سامي الجرادي الذي يسأل متخوفا من تفاقم حالته فيقول أنا معي الفك الأيصر خرج من مكانه وأصبحت واجه صعوبة في المضغ والتحكم فيه فما الحل لحالته لحالتي جزاكم الله خير الحقيقة خروج الفك يعني حسب ما فهمت على الأخسامي غالبا هو مرتبط بمشكلة بالمفصل يعني المفصل يخرج من مكانه ويرد يعود بوقت أطباق الأسنان فالحالة حقيقة يعني طالما هيك ما أنا حالة بتخوف يعني أنا بطمن الأخسامي لكن مفروض يتابع من شان علاج مع طبيب جراحة أو طبيب تقويم لإصلاح حالة الخلل بالمفصل الفك الصدري هو على ما يبدو كذلك متخوف من أنها تكون علامات لشيء خطير يعني أبدا هي مشكلة بالمفصل بسيطة ولكن لازم يتابع يعالجها بس لا أكثر عظيم سؤال آخر أو سؤال من كيلي لدكتور رصفاء هل هناك علامات تدل على إصابة الشخص بسرطان الدم وهل كان هل كل الحالات يتم علاجها مثل ما ذكرنا العلاج يعتمد على نوع السرطان إذا كان حاد أو مزمن بعض السرطان المزمن لا تحتاج إلى علاج لكن هناك سرطان مزمن يحتاج إلى علاجات استهدافية عبارة عن طريق عقاقير تأخذ عن طريق الفم تستمر لفترة طويلة والمريض يعيش حياة حقيقة تشوفه طبيعية أما الحالات سرطان الدم هذه يحتاج إلى علاج كيمياوي أو علاج بالإشعاء أو بعلاج زراعة نخال أظم ليس هناك علامات خاصة بسرطان الدم إما الأعراض السريرية التي يصاب بها مرضى سرطان دم تختلف اختلاف كبير حسب شدة المرض وحسب العضو المصاب وحسب شدة فقر الدم فليس هناك علامات محددة عن هذا الموضوع ومستمرون معكم مشاهدين وبعد الفاصل مزيد من الأسئلة سئلة الجمهور موعد مع الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا فيكم مرة أخرى نواصل معكم مشاهدينا ومع أسئلتكم بشأن علاج سرطان الدم وعلاقتها بالفم ونعود لجمهور وهذا سؤال من أستاذ أهل المساعد والصوت غير واضح يعني أرجو علي صوتك شوية طيب المايك محتاج يتفتح بس ممكن تديه عصر الأجهزة الإلكترونية الحديثة وثورة الأجهزة الحديثة سواء استخدام السمارت فون أو الأجهزة الإنترنت اللاسلكية الواي فاي أو الأجهزة اللاسلكية عموماً يعني المجالات المغناطسية هل أداء لي لإحتمال بزيادة الإصابة بأمراض السرطان عمتاً خاصةً سرطان الدم نتيجة استخدام الأجهزة دي مع استخدامات التكنولوجيا المتطورة آه بزرع دكتور صفح نحن مثل ما قلنا ليس هناك سبب واضح لحدوث سرطان الدم بل هناك مؤشرات تشير إلى أنه بعض الحالات تؤدي إلى ظهور سرطان الدم مثل تعرض بعض العاملين في صناعات المعينة التي تنتج مادة البانزين ومشتقاته العاملون في صناعات الجلود والمطاط ربما تكون نسبة الإصابة أكثر من غيرهم التدخين أحد العوامل الرئيسية لإصابة بسرطان الدم تاريخ مرض المريض إذا المريض قد عولج بعلاجات كيميائية سابقة مثل سرطان الثدي أو سرطان الغذر المفاوية وقد تم علاجه بعقاقير كيميائية أو بعلاجات شعاعية تكون نسبة الإصابة أكثر من غيره بسرطان الدم الحاج لكن التقدم التكنولوجيا ليس مرتبط بشكل كبير ليس هناك تقدم تكنولوجيا براحتنا يعني نطبع طيب سؤال من الأخ بس المايك دكتور هاني سؤال موجه الدكتور عبد الناصر ما هي طرق انتشار سرطان الدم وما هي مضعفاته سرطان الدم سرطان الدم ولا الفم الفم وما هي مضعفاته عظيم بالنسبة لطرق اكتشاف سرطان الفم تقريبا طريقة الوحيدة هي الفحص الفحص الدوري المتكرر عند الطبيب خاصة عند العمر أو الأعمار ذوي الخطورة يعني مجرد ما صار العمر ستين سنة لأنه تقريبا معظم الإصابات تحدث في عمر الستينات مجرد ما صار العمر اقترب من عمر الستينات فالفحص الدوري المتكرر عند طبيب الأسنان الوقاية طبعا حسب عوامل الخطورة يعني الدرجة الأولى بدنا الابتعاد عن التدخين والحقيقة الابتعاد عن التدخين حتى إيقاف التدخين يحتاج حوالي عشرة لعشرين سنة مجرد إيقاف المريض للتدخين يحتاج لعشرة إلى عشرين سنة حتى يعود إلى وضعه الطبيعي كشخص غير مدخن لأنه خلال فترة طويلة من التدخين بتكون المورثات المسؤولة عن كبح ظهور السرطانات تأذت بشكل كافي وتحتاج لإصلاح الجسم لإصلاحها أو إصلاح نفسها تحتاج فترة طويلة عشرة لعشرين سنة النقطة الثانية الابتعاد عن الكحول طبعا ترافق التدخين مع الكحول عامل شديد للخطورة يجب الانتباه منه بيرفع نسبة لإصابة ثلاثين مرة أكتر من الأشخاص الطبيعيين تقريبا هدول العاملين الأهم بالنسبة لموضوع الوقاية شرب الكحول طيب خلينا ناخد سؤال كذلك لدكتور عبد الناصر من أمام على فيسبوك يسأل عن علاج سرطان الفم ويقول كذلك هل هناك علاج حقيقي لتراجع اللثة غير التقليح والتجريف وما شبه أمام منقول بالنسبة لعلاج سرطان الفم يعتمد على المرحلة اكتشاف المرض اكتشاف المرض بالمراحل المبكرة جدا هناك شيء يسمى بيقافات قبل سرطانية إذا تم اكتشافه مبكرا فالاستقصال الجراحي بسيط لا يؤثر على حياة المريض لا يؤثر على وظائف الفم أبدا قد يكون شافي بنسبة مئة بالمئة لكن للأسف اكتشاف السرطانات بمراحل متأخرة قد ساعتها نضطر إلى إجراء علاجات الجراحية من استقصال بالإضافة للعلاج الشعاعي أو بالإضافة للعلاج الكيميائي كما وضحت خلال الحلقة طيب لضيق الوقت نريد أن نحاول أن نجيب على أغلب الأسئلة حسام أحمد لديه حالة خاصة يسأل دكتور صفاء ويقول كم نسبة شفاء مريض مصاب بسرطان دم حاد عمره أربع وثلاثون سنة وقريات الدم البيضاء تقريبا عشرون ألف وأولا هناك معلومة ناقصة لأن أولا حسب النوع هناك نوعان من سرطان الدم الهاد اللنفاوي والنقوي وأيضا هناك معلومات يجب أن نعرفها عن حالة المصاب الفحص الجيني والكروموسومات أيضا كذلك هل مريض قد تم علاجه بالعقاقير هل هناك استجابة للعلاج أم لا فيعتمد كثير على معلومات إضافية بس بصورة عامة إذا هذا المريض قد شوفيه تماما بالعلاج الأولي أو الحفي بالعلاج الكيمياوي وتم التخلص من جميع الخلايا السرطانية ثم تم علاجه بعلاج زراعة نخاء العظم فنسبة الشفاء حوالي تصل بعض الأوقات إلى 60-60% عظيم ويمكن لسيد حسام أن يرسل لنا تفاصيل أكثر ونعرضها عليك دكتور ونأتي له برد إن شاء الله عن هذه الحالة بشكل خاص طيب سؤال آخر من توفيق بعباد يسأل بعيدا عن السرطان قائلا ما أثر ارتفاع نسبة الفلوريد في مياه الشرب على الأسنان وما هي طرق العلاج دكتور عبد النصر خرجنا قليل عن الموضوع لكن يجب السؤال مهم نسبة الفلوريد يعني بعض المناطق بيكون فيها نسبة الفلوريد مرتفعة بمياه الشرب بشكل طبيعي يعني كثير صعب أحيانا أن الناس يستخدموا مياه غير مياه الموجودة بها المدينة هاي أو بها القرية هاي فلذلك بصير في عندهم شيء يسمي من سميه التبقع أو تصبغ الأسنان الفلوري حسب قديش نسبة الفلور بالمياه بيعتمد هذا الموضوع كيف بيظهر على الأسنان ممكن تكون نسبة الارتفاعة خفيفة فبتظهر على شكل خطوط أو بقع بيضاء على الأسنان لا أكثر ولا أقل وبين قوسين بتكون هاي الأسنان منيعة ضد التسوس كثير صعب أنه يصير فيها تسوسات الأسنان لكن بالمراحل المتقدمة ممكن الأسنان تصير بلون بني مظهرة يعني غير تجميلي تحتاج لعمليات تجميلية بس لتعامل مع الأمر السؤال آخر من تويتر كذلك صدى يسأل عن مشكلة خاصة لديه فيقول عندي مشكلة في الفكين الفك الذي فوقا لسه أصغر من الأسنان ورحت للدكتور قال لازم عملية وأزلت كم سنة زيادة علشان اللثة تكفيهم فهل في يوجد حل غير أني أجري العملية هو الموضوع بالدرجة الأولى مرتبط باختصاصي تقويم الأسنان لكن حسب يعني معلوماتي المتواضعة بعد 16 سنة ما في ما أعتقد في مجال ليصير في توسيع للفك وبالتالي إذا ما في مكان لبعض الأسنان فغالبا الحل هو عن طريق القلع نعم طيب كلمة أخيرة دكتور صفاء بخصوص يعني لمرضى السرطانات أو المعرضين لهذا الأمر في ختم البرنامج يعني كلمة لهم تعطي بعض الأمر بصورة عامة سرطان الدم نسفته ليست عالية جدا فنطمن يعني المشاهدين الكرام ليس من الأمراض الشائعة ونسبتها حقيقة تتراوح سرطان الدم الحاد من واحد خمسة إلى ثمية بالعشر لكل مئة ألف شخص لكن هذه النسبة ترتفع مع زيادة العمر فحيث تبلغ النسبة إلى عشرين بالمئة في المرضى اللي يبلغون أكثر من ثمانين ثمانين سنة ترتفع لنسبة عشرين بالمئة العيش حياة هادية بعيدا عن التدخين وبعيدا عن سترس الحياة الاعتدال بالطعام والاعتدال بالشرب الابتداء عن الابتعاد عن التدخين ربما هذه كطريقة لوقاية لكن ليس هناك طريقة مبمونة لتجنب هذا الأمر أو لتفاكم الأمر لعدم الإصابة بهذا الأمر والأمل دائما موجود في الختام أشكر دكتور صفاء العزاوي استشاري أمراض الأورام والدم بمؤسسة حمد الطبية وكذلك دكتور عبد الناصر كرداسة خصائي أمراض الفم والتشريح المرضي بمركز الوحدة الطبية ودكتورة شبينيم أزميرا التي لم نتمكن من التواصل معها عبر الهاتف وهي خبيرة زراعة النخاع في مستشفيات كولين وأشكركم طبعا أشكر كل من حضرة في الستوديو وأشكر مشاهدين الذين أرسلوا لنا هذه الأسئلة دمتم بصحة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر